موسيقى 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 مراكز اللعيبة نفسهم يعني ما جيب مثلا محمد سرحان اجيبه ناحد لمين وارجعه تاني واجيب محمد ومحمد ادخله تاني مع نوفل يبقى راس حربة صريحة طلع ميده في الاطراف عشان مخصرش ميده لانه هو عنده القدرة انه يقدر يراوغ عنده المراوغ على اعلى مستوى لازم ادخله في الطرف لازم عشان ادخل ميده في الطرف لازم اجيب اللعيب اللي يقدر يمسك الكرة وزي واحد زي محمد ربيع يقدر يعمل كنترول على الكرة بشكل كويس كل دي جملة تاكتكية احنا بننفذها المرونة تاكتكية بقى عند اللعيبة اللي بتقدر تنفذ انت ازاي تخليهم نفذوا ده فالحمد لله احنا غيرنا في شكل فرقة في كذا وقت لو تلاحظ حتى اللعيب الحمد لله بتجيبه هنا أو توديه هنا لا بيقدر ينفذ الحمد لله عمالنا التغيير النواحي تاكتكية وكمان اماكن اللعيبة وتمركز اللعيبة في الملعب وما تحصلش الدرباكة يبدأ انت اشغال معهم بشكل كويس وبتقدر تنفذ يمكن كابتن محمد سعد وكابتن ميدو معنا وكابتن بها مدرب الحراس كل ده الحمد لله اشتغلنا الفترة في شغله كويس جدا والحمد لله يمكن ده عائد بالنتيجة اللي ظهرت النهار ده والله بص انا كده كده احنا مفاهمين الولاد دي مبارات دوري كل مبارات تلاتة بونت زمالك زيها زي اي فرقة تانية معترمنا لفرينات زمالك فري محترم انما انا بخلق الحوافز والروح انا بعاود الولد لما دي كويس قوي انه نكسف في الديئة 10-80 دي بتديني انا ده النديل اهلي انا الاخر ديئة بقاتل اجيب الديئة 8-80 واجيب الديئة 90 كبان جون واجيب تاني لو في وقت تاني هجيب تاني هو ده النديل اهلي هو هاجيب وطاني وطالث لان ده انا خلاص الحمد لله طالما دالا مسها الولد هتلاقي كل ماتش هتلاقي دي بدأت عنده الستيب دي بقت حاضرة خلاص انا بتكلم معهم في المحاضرات دايما دايما اي محاضرة بنعملها لهم بصوا احنا معظم الاجيال اللي عصرت في تاريخ النادي الاهلي وحققت البطولات الكبيرة اللي حققتنا الحمد لله امكان انا عصرت احسن بطولات في تاريخ النادي الاهلي وده شرف لي ان احنا دايما منقول لهم احنا مش لعيبة خارقة الحمد لله كانت امكانياتنا مش عالية قوي انما كان الروح والقتالية والقتال والحرب في الملعب بلو منزل ملعبك انك بنازل حرب بتنزل وتشمر دراعك انت نازل حقات الاخر دي ده النادي الاهلي دي الروح واسمات النادي الاهلي فان شاء الله احنا بنرب الولاد على ده زيت كمان يا مش روح وخلاص لا في نواحة تكتكية وفي شغل وفي تكتك وفي نظام وفي سلوب لعب دا بنلعب بيه وبنحفز كل ولد بيعمليه كل ولد بياخده التخصص بتاعه في المكان بتاعه هينفز الشغل هنا بتاع واجبات كل مركز ايه كل ده اشتغلنا عليه الحمد لله الفتر اللي فاتت وان شاء الله مع الوقت وصلوا النتيجة احسن بإذن الله الولاد محتاجين دايما حوافز ومحتاجين دعم مننا وبعدين انا الفلوس طبعا ده اساسي وبعدين دايما انا انا هرايب لهم جدا والحمد لله اي حد فيهم بحتاج حاجة دايما انا بقى معهم دايما في اي حاجة ودايما بقى في الماتش ووهو شغال كده ايه لو عملت دي ليك مياه اصلا ليك بتناه فطبعا الحاجات دي بتبقى منها حب وقرب للعيبة ومنها برضو بتبقى حافز اشتركوا في القناة